الله ربي واحد وأنا بذلك آشد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهد هد نبينا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وشرَّ الأمور محدثاتُها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالةٍ وكل ضلالةٍ في النار عباد الله إن الإنسان بطبعه يحبُّ جمع الأشياء وإن لم يكن له بها حاجة ويكره البذل والعطاء كما قال عز من قائل إن الإنسان خُلِق هلوعًا إذا مسه الشر جزوعًا وإذا مسه الخير منوعًا والإكثار والكثرة في الإسلام نوعان نوعٌ مذمومٌ ونوعٌ محمودٌ مطلوب فالمطلوب والمحمود من الكثرة ما كان في طاعة الله عز وجل وما كان عبادةً له سبحانه وتعالى كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا فالإكثار من الذكر محمودٌ كذلك وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله وطلب منه رفقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة وققوله صلى الله عليه وآله وسلم تفسيرًا لرؤيا رآها عبد الله بن عمر وخاف منها قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يكثر الصلاة من الليل إذن فالإكثار من العبادات والطاعات وما يحبه الله عز وجل أمرٌ محمود أما الأمر المذموم فهو ما يغضب الله عز وجل ويسخطه ولا سبيل إلى معرفة ما يغضب الله ويسخطه إلا عن طريق الرجوع إلى الكتاب والسنة فالأمر ليس أمراً عقلياً أو عن طريق اتماع الهوى إنما لابد أن تعود إلى الكتاب والسنة قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل مهما كثر هذا المال المحرم بيد ذلك الفاجر الذي يتعامل بالربا فإياك أن تبهر به وإياك أن تعجب به فإن عاقبته أن يقل وأن يضبحل وأن يكون في نار جهنم يوم القيامة بل إن الإكثار من الدنيا أمرٌ مذمومٌ قد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الكفار به دعا لهم بأن يكثر الله تعالى لهم من الدنيا فقال صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكثر له من الدنيا لا إله إلا الله هذه الدنيا التي نطلب من الله تعالى ليلة نهار أن يكثرها في أيدينا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو على من لا يحب لقاء الله عز وجل ولا يؤمن به ولا يشهد أنه رسول الله يدعو عليه بأن يكثر الله تعالى له في الدنيا ولقد كثر وصف الله عز وجل للناس بقوله في القرآن ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ويقول سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فالعبرة عباد الله ليست بالكثرة العبرة ليست بالكثرة وليس الحق دائما مع الأغلبية كما يظن البعض إنما الحق هو ما وافق الكتاب والسنة ولو كنت وحدك ولربما كان الحق مع شخص واحد كما كان مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ كان مؤمنا وكل من في الأرض كان على الباطل والشرك والكفر إن الكثرة عباد الله قد تعمي أصحابها وإن كانوا على الحق وكلنا يذكر ما جرى في غزوة حنين التي أنزل الله تعالى فيها قرآنا يتلى إذ يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا الصحابة اغتروا بكثرتهم وكانوا قرأ أكثر من عشرة آلاف مقاتل فقالوا والله أي قال الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام من مسيلمة الفتح قالوا والله لن يغلب هؤلاء اليوم من قلة فلما خرجوا للقتال كمن لهم عدوهم وفاجأوهم وعلوهم بالنبل فانكشف المسلمون ولم يبق إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وحده على بغلته ومعه نفر من الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام يتقدم يقاتل القوم بمفرده ومن معهم قائلا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العباس أن ينادي المهاجرين والأنصار وكان عليه رضوان الله جهير الصوت فنادى بأعلى صوته أصحاب السمرة وهم الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الشجرة ونادى المهاجرين بأسمائهم فلما سمعوا النداء هرعوا إليه راجعين ولسان حالهم لبيك رسول الله وفي ذاك أبي وأمي فنصر الله عز وجل فنصرهم الله تعالى على عدوهم في هذه الغزوة المباركة لم تنتصر الكثرة التي كادت أن تكون سبباً للهزيمة إنما انتصرت النوعية بفضل الله عز وجل تلك الثلة المؤمنة التي رباها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده قال عز من قائل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وهذا عباد الله هو الجيل الذي انتشر الإسلام في بقاع الأرض على يده وبالمقابل لو أننا نظرنا إلى حال المسلمين اليوم لو وجدنا أن الكثرة قد غلبت علينا الكثرة قد غلبت على النوعية فأصبحنا نرى تزايد أعداد المسلمين ولله الحمد في المحافل العامة كالأعياد والحج ولكنهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وللأسف الشديد غثاء كغثاء السيل لا تأثير لهم على الصعيد الدولي ولا يأبه بهم أحد لأن أكثرهم وما نحن إلا منهم يعبدون الدنيا ويعبدون المنصب يعبدون المركز ويعبدون الوظيفة ولا يعبدون الله عز وجل مخلصين له الدين ولا يعبدون الله عز وجل كما أمر أن يعبد هذه هي جيوش الدول الإسلامية والعربية على كثرة دباباتها وكثرة طائراتها التي هي فخر الموجود في العالم ما حررت أرضا ولا رفعت رأسا ولا أعزت شعبا إخواننا في سوريا ومن قبلها في فلسطين يذبحون ذبح الخرافي ولا حول ولا قوة إلا بالله وما أغنت عنهم تلك الأسلحة شيئا لأنهم غثاء كغثاء السيل فليست العبرة عباد الله بعدد الطلقات التي يستطيع المدفع أن يطلقها في الثانية لكن العبرة بما أصاب من أهداف بتلك الطلقات أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين عباد الله لقد جاء ديننا دين الحق بالحث على إتقان العمل والرفع من النوعية والجودة ولو كان ذلك على حساب الكثرة والكمية قال الرسول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم سبق درهم مئة ألف درهم فتعجر الصحابة من ذلك ففسر لهم فقال كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما رجل تصدق بنصف ما يملك له درهمان تصدق بواحد منهما فهذا بذل نصف ما يملك وكان للآخر أو انطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مئة ألف فتصدق بها رجل لديه من الملايين الشيء الكثير مئة ألف لا تؤثر فيه شيئا قط فلذلك الرسول يرشدنا في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام أن النوعية أهم من الكثرة لو أن امرأة صالحة أعطيت صداقها يوم زفافها فتصدقت بنصفه والله لها من الأجر عند الله الشيء العظيم وإخواننا في سوريا في أمس الحاجة إلى الدعم بالسلاح قبل الدواء والطعام كي يحرر أنفسهم من الطغيان لو أن رجلا عوضا عن أن يقيم زفافه في صالة ينفق فيها مئات الألوف عشرات الألوف رضي بأن يقام حفل زفافه في بيت أو في استراحة ودفع الفرق إلى إخوانه المسلمين والله لوجد من وراء ذلك خيرا وبركة كثيرة فالكثرة لا تكون أبدا على حساب النوعية والجودة كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن صلاة الخوارج وأن أحدنا يحطر صلاته مع صلاتهم لكثرتها وطولها ولكنهم مع ذلك كلاب النار وأشر من خلق الله عز وجل على هذه الأرض بينما لو أن رجلا منا توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه هاتان الركعتان تغفران له بفضل الله عز وجل ما تقدم من ذنبه عباد الله إن الله عز وجل أتقن كل شيء وخلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا ولم يقلقنا ليبلونا أينا أكثر عملا وقد قال الرسول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وهذا ما نفتقده نحن اليوم كمسلمين نحن في أمس الحاجة إلى الوعي بأهمية الجودة والنوعية وإتقان العمل لا في العبادة فحسب بل وفي سائر أمور الحياة لأن مصالح الناس اليوم للأسف الشديد لا تقضى إلا بالرشوة أو المحسوبية أو الواسطة ولماذا؟ لأن الناس لم يقوموا بإتقان أعمالهم كما يجب لأنهم لا يخافون الله عز وجل شوارعنا المهترئة والصرف الصحي المزعوم والغش في المشاريع سمة بارزة لبوابة الحرمين مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي نصلي عليه كل يوم وكل ليلة يقول من غشنا فليس منا بالله عليكم كم من المصلين معنا اليوم من هو ليس من النبي ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه لغشه وخيانته وتفريطه في المهام الموكالة إليه إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نحسن حتى في كفن أخينا الميت إذ تولى أحدنا كفنه بل أمرنا أن نحسن وأن نتقن حتى في أرض للأمور عند بعضنا ألا وذلك هو الذبح قال صلى الله عليه وآله وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ذبح البهيمة يأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نتقنه ولو قارننا هذا الأمر بالإحسان والإتقان مع أداء أكثر المسلمين لوجدنا أن الغالبية العظمى لا يتقنون أعمالهم ولا يؤدون واجباتهم مع أنهم إن جاء الأمر إلى الدرهم والدينار يطالبون بحقوقهم كاملة غير منقوصة ولو قام الأمير والمسؤول والقاضي والطبيب والمعارف والمعلم والمهندس والضابط لو قاموا بمهامهم وواجباتهم كما أمر الله عز وجل والله لما كان الحال كما هو الآن إن طريق الفلاح والنجاح يكون بإتقان العبادات كما أمر الله عز وجل إن أخفقنا في إتقان صلاتنا وأدائها بخشوع حيث أمر الله عز وجل في المسجد فلن نفلح والله أبدا ولو كانت لدينا أعلى نافورة وأكبر دراجة نريد أن تكون صلاة أحدنا راحة لنفسه وطمأنينة لقلبه نريد للمسلم أن يرتقي إلى درجة أنه إذا وقع به هم من دين أو غم من مصيبة أو حزن من وفاة عزيز وحبيب وقف بين يدي العزيز الغفور الودود عز وجل فناجاه وتضرع إليه وهو يعلم أن الرزق بيده وأن انشراح الصدر وطمأنينة القلب بأمره وأن من في السماوات والأرض ملك له لأن من كانت حاله كذلك إذا وقف في الصلاة كان متقناً والله لعمله بلا ريب فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الطاعات والعبادات ولنعمل على تحسين الكيفية والنوعية ولنحاول أن نرقى بأنفسنا وأهلينا إلى النوعية التي كان عليها الصحابة لنتق الله عباد الله ما استطعنا ولنكن قدوات للناس في الحفاظ على الدوام في الإخلاص في العمل في إتقان ما أوكل إلينا من مهام لأن الله عز وجل لا يعذبنا إن فشلنا في المحاولة ولكنه يعذبنا إن تركنا تلك المحاولة اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولنا برعايتك ولا تحرمنا اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم اكشف عنهم الكرب يا رب العالمين اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم وأقم راية الجهاد بينهم واجعل قلوبهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين اللهم أرنا في عدوك وعدونا عجائب قدرتك يا عزيز يا رحيم اللهم اجعلنا ممن يجاهدون بأموالهم في سبيلك اللهم اجعلنا ممن يجاهدون بأنفسهم في سبيلك اللهم اجعلنا ممن يجاهدون بأمورهم كلها رفعة لراية الإسلام يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداء هذا الدين اللهم أقم راية الجهاد واقمع أهل الشرك والفساد اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغ بما يرضيك آمالنا ربنا اخطب لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اجعل ثأرنا وكيدنا على من ظلمنا وعادانا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشتركوا في القناة اللهم اشتركوا في القناة